كنت عايزة اكلمك على دورك في الفيل الازرق تحديدا وشخصية الدكتور والبادي لانجوج اللي كان بينك وبين كريمة عبدالعيز كان واضح جدا وانت ما كنتش بتنام انا فاكرك ان انت الدكتور مش بتنام وطول وقت فيه افكار التركيبة ومع مروان حامد ازاي قدر انه هو يوجهك والاعدات اللي عدتا مع مروان حامد هو دايما دي تاني تعامل بعد تراب الماس اللي تعلمته من تراب الماس انه ما فيش حاجة نص نهائي عند مروان حامد مفيش نص نهائي نص نهائي لما خلاص يقول المشهد ده خلاص next النما طول ما هو لسه المشهد ما تصورش ومخلصش تصوير وهو بيتطور فدي حاجة كانت من الحاجات اللي مهمة جدا انه طول الوقت الشخصية بتتطور معانا أثناء التصوير بس احنا عارفين في الآخر هي الشخصية دي بتفكر ازاي بتتعامل ازاي فالشخصية رغم انه هي كانت على السكريبت تبدو انه مش مفهوم هي موجودة ليه بتعمل ايه بالزبط لكن لما دخلنا واعدات وكلام وتصوير لأ بقى ليها وجودة يعني الصوت المنطقي اللي هو فرضى انه المنطق اللي هو في اوقات انت محتاج تنسى المنطق عشان الخيال حقيقي اكتر بكون فدي دي من اجمل مشاهد طبعا مشهد اللي هو قراية الاتنين انتو لاتنين بتقروا بعض في اول الفيلم اه اه اتنين لعيبة بيقرب بعض الامجج وبالزبط فكانت جدا جدا حلو انا المشاهد ده ما كنتش شايف شكله نهائي غير لما اتعرض يعني في العرض الخاص فكانت اللعبة حلوة جدا اعتقد من المشاهد المشاهد اللي شاف اللي فيه الازرق اتنين فاكرها لغاية دي اللي بيميز مروان حامد كمخرج بالنسبة لك حالة الغليان اللي موجودة طول الوقت مفيش حاجة نهائية يعني انا بحب الحالة دي في المشهد يعني كل مشهد اخير لحظة يعني هو بيسلق يعني ما عرفش كمان في الادتنج هو بيكون عامل ازاي بس يعني هو خلاص اخر شط في المشهد تحس انه هو يعني خلاص اوكي اوكي اه ماشي اه اه لانه بفضل المشهد يتطور لاخر لحظة لاخر لحظة